اشتركوا في القناة كما أنزله الله حتى الاتلاوة وصلتنا عن فلا عن ابن مسعود عن نبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العزة الأداء الترتيل التجويد الحروف الوقوف كاملة أدوها إلينا السنة كلها فأخبر به معاذل عند موتي تأثما أي شيء قاله عليه الصلاة والسلام أخبروا بعضهم خاف أن تفهم بعض النصوص خطأ ومع ذلك أخبروا بها أبو هريرة عنده أشياء كان يخشى أن تفهم خطأ بلغ معاذ بلغ المحافظة على النصوص عندهم بلغت مبلغا عظيما عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول سمعته هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها هو علمني سورة الفرقان وإذ بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ بطريقة أخرى قال كنت أن أعجل عليه كنت أني أقبض عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها هذا من حرص عمر من حرص عمر فقال لي أرسله ثم قاله اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ منه ما تيسر وهو البخاني إذن كلهم من رسول الله ملتمس وآخذ وعنه ينقلون لما صارت عملية جمع القرآن بغاية الدقة واشتراط شهادة اثنين على كل آية غير الذي يحفظه زيد وهو حافظ القرآن كله ومع ذلك يطلب على كل آية شاهدين على الأقل مع لجنة لجمع القرآن قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال رواه البخاري كتاب الوحي أخذ كل الذي كتبه والحفاظ بدقة أدوا إلينا حتى الأحاديث بألفاظها عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال الرجل يعيد الحديث الحج وصيام رمضان يعني قدموا أخر الحج وصيام رمضان قال ابن عمر لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المنافق يوم القيامة كشات بين الربيضين من الغنم إن أتت هؤلاء نطحنها وإن أتت هؤلاء نطحنها قال ابن عمر كذبت فأثنى القوم على عبيد خيرا أو معروفا قال ابن عمر لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون يعني من الخير لكن كذبت معنا أخطأت ولكني شاهد نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كشات بين الغنمين ما قال بين الربيضين من الغنم قال بين الغنمين فقال هو سواء يعني هذه نفس المعنى قال هكذا سمعته رواه أحمد صحة أحمد شاكر هؤلاء الصحابة لما يحدث الواحد منهم حديثا كما حدث عمر بن عبسة أبا أمامة قال له أمامة يا عبر بن عبسة يا عمر عبسة عبر عبسة كبير في السن انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل اللي هو أجر الوضوء ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه الوجه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه المرفقين إلا خرّت خطاياه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدمه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له آل وفرّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فيقول أبو أمامة يا عمر بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل كل هذا فقال عمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك لو بس سمعته سبعة كما حدثت به ولكني سمعته أكثر من ذلك هذه العناية والحفظ والإعادة والتكرار وحضور المجالس المختلفة ومراجعة الحفظ والتبليغ وبدقة اليوم تحريف الكلمة عن مواضعه في الناس كثير وتسمى الأشياء بغير مسمياتها وحرب المصطلحات قائمة ويسمى الزنا حبا يقوله ممارسة الحب وهو زنا فاحشة والمرأة المتبرجة عصرية والحشمة والعفاف تزمت وتخلف والغيرة عقدة نفسية والحجاب كفا وخيمة والخمر مشروبات روحية والفنون هذه المحرمة فنون جميلة حتى جعلوا الإلحاد والاستهزاء بآلة الله حرية فكرية فكرية هي الكاف قبل الفا وفنون أدبية وفنون أدبية وفنون أدبية